انطلقت حاضنة الأعمال Gaza Sky Geeks في العام 2011 بمساعدة من جمعية ميرسي كورب الخيرية الأمريكية كبرنامج خاص لدعم واحتضان وتطوير الشركات النشئة في غزة وقد نجحت هذه المنصة في إطلاق 16 شركة حتى اليوم بدعم من جوجل وشركات أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب بتقديم التوجيهات والنصائح نحن نقدم المشورة والاتصالات لرواد الأعمال لكي تنمو شركاتهم ونساعدهم في التوجيه يوما بيوم للمساعدة في تطوير الأفكار لتصبح شركات يمكن أن تكبر في المنطقة وفي العالم وقد قبلت الحاضنة في العام الماضي رعاية 22 مشروع نجحت خمسة منها بدرجة كانت كافية لجذب استثمارات عربية أو سعى نطاق وأصبح أحدها الآن شركة مسجلة وقد زاد إقبال الخرجين شبان على الحاضنة حيث تجوز عدد المسجلين الألفين تقريبا ويعمل مشروع بيسكلت بإشراف الحاضنة على تطوير الألعاب للناطقين باللغة العربية وقد تم تنزيل أول لعبة إلكترونية أنتجها المشروع أكثر من 100 ألف مرة في الأسبوع الثلاثة الأولى وتعتزم الشركة طرح ست ألعاب إلكترونية جديدة كل عام حابين يكون لنا طابع عربي بحث طابع ثقافي العلاقة بالعرب وبالوطن العربي بتثبيت مليون شخص موجودة بتقاليدنا وعداتنا موجودة من زمان في جيم إحنا قادر أستمتع فيها أو بلعبة قادر أستمتع فيها كشخص عربي حتى لو أنا مش شخص عربي وحاب أجرب الثقافة العربية ممكن ألعب الجيم هذه ممكن أفهم منها الثقافة العربية موجودة وتحتاج غزة اليوم إلى تطوير أنظمة التعليم وسهولة الحصول على رأس المال والمطابرة في تنفيذ الأفكار ومن شأن هذه المنصة مساعدة الشباب في قطاع غزة الذي يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وبطلة تصل نسبتها إلى 43% وذلك باستقطاب الأفكار من الشبان المهتمين بالتكنولوجيا والبالغ عددهم مليون وتسعمائة وخمسين ألف نسمة